السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد هاني ميكل لتزاين كايت النهاردة حيب اتكلم عن البرنت في الفصل الالواني ازاي تعمل كيلر سيبريشن بشكل سليم لو عندك مكانة 6P او 6F بشكل وسيط وسهل وزينك تشوف الالوان مفصولة على الجهاز عندك قبل ما تتخش على المكانة دلوقتي انا هفتح ملف في الاستريتور هنشرح ببساطة جدا يعني انا هعمله اتنين لون مسلا اخترت بنتون ولون لك يعني الشغل عندي عبارة عن اتنين لون دلوقتي هعمل برنت انا بشتعر على الجهاز دلوقتي ما عنديش ماكنة فصل الان واند فبختار ادوب بسطريبت درايفر بتاعي اللي انا هشتغل بي عندي في الاوتبوت حاجة اسمعه وسبريشن ونرب سبريشن انا الشغل بتاعي اللي غالب بيكون على السبريشن العادي فبقوم بختار سبريشن بيديني مجموعة الالوان اللي هو الفايل بتاعي الفايل بتاعي زي ما احنا قلنا في عبارة عن تيكست بلاك وحرف واحد عبارة عن بنتون اللي هو 440 سي يعني كوتد في سي اللي هو كوتد وفي يو اللي هو انكوتد كوتد اللي هو واخد طبقة يعني عارفين الورق الكوشية واخد طبقة فعش كده بيقولوا عليه كوتد الطبقة دي في منها نوعين كوتد او كوتد مات يعني بياخد طبقة لميعة او طبقة مطفي وفي اللي هو اللي هو بيرمز بحرف ده اللي هو ورق زي ورق اللي هو التصوير اللي هو الورق الوطفري ده اسمه انكوتد شايفين البنطن بتاعي واخد على الهمة شوف سي ام واي كلها واخدين شكل كده اللي هو الداخل في الاربع لون البنطن واخد دايرة الوحدي لو انا دست على الدايرة نفسها حيتحول الاربع لون فاهمين قصدي يعني مش ساعتها مش هيبقى عبارة عن بلاك وبنطن لأ هيبقى سيان ومجين طويله وبلاك هو الريدي البنطن دا لما يتحول ما فيوش سيان ده عادي ما فيش مشكلة لكن انا عايز ببعو فانا بسيبو كده بحول اما بتعمل بكتك بكتك على الدايرة دي كوم ست لو بعملوا برنت اوت عادي سيبريشن لما عملوا فاصل الوان طيب عندي الامولشن يعني الامولشن هو الحساس لو انا ببقى الفيلم عادي بيبقى الامولشن أب لو انا بعمل يبقى الامولشن داون يعني دا قبل داون يعني كأن الشغل مقلوب آآ هيرزونتل سوري كأنه مقلوب هيرزونتل انت بستعمل برضو المقلوب المقلوب بيبقى في البصمة بيبقى مقلوب العادي التعيب يبقى مقلوب في المعدل طب اكبر بس عشان تشوفها عندي مقلوب وضعنا عرفتناها النجاتف لما يكون الفيلم بصطف عادي دا بعمله للطباعة العادية لما انا اختار عايز اعمل كوفراج اللي هو النافر عايز اعمل بصمة ساعد بيطلب مني اللي هو الراجل بتاع كليشيات اديني الفيلم نجاتف طبعا داوت مشاهم فى نجاتف عشان يعني شايفين الاي دي ما انا بولها لون تاني يبقى كله اسود بس اسود وبيض ما فيش غرير اللون واحد بس فى الطبعة انا بوضح لكم بس كل الحاجات بتاعتنا طيب عندي اي تاني اه عندي الابشانين دول كونفيرت اول سبوت كالر تو بروسس زي ما احنا قلنا بنحول من تحت الاربعون او بدوس على كونفيرت اول سبوت كالر تو بروسس تحول لي اي الوان عندي الفايل ده لـ وعندي اوبشان تاني اسمه اوفا برينت بلاك لو انا عندي اوبشان تاكست في مربع اسود بس او اي حاجة عادي هتبقى اوفا برينت دا ببقى اوبشان عادي دايما بعلم عليه بولو الديني اوفا برينت بلاك طيب عندي قايمة ريزولوشن قايمة ريزولوشن دي فيها حاجات كتير جدا انا بتحكم فيها اهم حاجة عندي اللي هو مية البي اي البي اي اللي هو ميت لاين على الفين وربعمائة دوت بير انش المية بستعملها لما اجاب مثلا سيكس كرين المية تلاتة تلاتين لما اجاب ببقى ورق نسبة تشرب الاخبار اللي هي عالية شوية فبديلوا الا السبريشن بتاعي على مية تلاتة تلاتين على الفين وربعمائة طيب لو انا ببقى على ورق عادي خالص ببقى على مية خمسة وسبعين على الفين وربعمائة دا لهو كل الشغل بتاعي كل الشغل بعمله على مية خمسة وسبعين على الفين وربعمائة الناس بيحبوا يشتغروا على خمسة وستين او او في انا كل واحد كل مكان بتختلف على حسنة والسرلة او كده لكن احنا بتاعنا اللي هو مية مية تلاتين دا ورق ودفري مسلا مية خمسة وسبعين على الفين وربعمائة دا الشغل العادي بتاعي طيب انا دودي اخترت الشغل بتاعي فبتري بعمله زي ما احنا قلنا اخترت في البرنتر بتاعتي عشان بدلا ما هيديني على مكانة هيديني على فايل هيديني بي اس فايل فايل ليه دا عشان انا عايز اوريكم ازاي نحنا هنشيك ملف بتاعنا على الجهاز قبل ما يروح على المكانة نشوف الالون بتاعتنا وده مهم جدا خاصة للشباب اللي بيشتغلوا فليكسو عايزي شوف السابيرشن بتاعه مصبوط ولا لك فانا بعمل بوستكريبت بي اس وابتجي اروح على الابليكيشن بتاعتي بفتحه الاول ازاي عن طريق الاكروباط بتاعي احنا قطرنا شغلة اتنين لون واحد بلاك واحد سبيشال بفتح الاكروباط بلاقي اوتوماتيك نازل جوا ادوب ديستايلر فاي درجة ببنازل اوتوماتيك انا دوتي بفتحه الجهاز القديم بتاعي بعناش فعندي الاكروباط القديم مجرد ان انا باخد الملف وبرمي جوا ديستايلر بيحول لي بي دي اف فايل انا عندي كذا اوبشن نشتغل بيه طيب ان احنا متعودين على بي دي اف اكس وان صح بي دي اف اكس وان او بري سكواراتي الاثنين مفهمش مشاكل بس بي دي اف اكس وان مش هينفع معانا في الحالة دي ليه مش هينفع معانا اشان عندنا فيه سبوت كالر فانا حضرت مرافة بتاعي عادي ما احولش الملف ما اقبلش الترحول بتاعي فانا هاخد اختار بتاعي التاني اللي هو بري سكواراتي باتلي حط الفايل بتاعي جواه اوتوماتيك بيلاقي جنبه بينزل ملف اا بي دي اف خليه يحول بس اوتوماتيك جالي ملف بنفس الاسم ابارة عن بي دي اف فايل بفتح ملف بي دي اف صفحتين اول صفحة بنفس الاسم اللي هو بلاك بلاقي التكوين بتاعي بدون حرف الاي والحرف الاي اللي هو تعمل رقم ربعمية واربعة بلاقيه هناك عندي الاكروباط بنفس الاسم اشوف هنا بلاقيه هناك في الاكروباط نازل ربعمية واربعة ده ببساطة جدا ازاي ان احنا ناخد ملف ونعمله من على الجهاز بتاعنا ونشوف احنا بنعمل ايه دايما تابعونا معكم احمد هاني مجلة زاين جايد تابعونا واسجدكم دايما على www.thisguide.com شكرا ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته